تحرك حكومي لإحياء الجمود في ملف شائك إنه ملف المعتقلين قضية بمضمون إنساني من شأنه أن يمنح الحكومة ورقة رابحة في مواجهة حملة الإسناد الكبيرة التي تقدمها المنظمات الدولية للإنقلابيين على خلفية الآثار الإنسانية للحرب وزراء وقادة سياسيون وناشطون وكتاب وإعلاميون والآلاف غيرهم الذين يقبعون حتى اللحظة في سجون بعضها معلوم وأكثرها مجهول وفي المحصلة تمت قضية إنسانية ملحة يتم تجاهلها عمدا من قبل المنظمات الدولية وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر تحدث في أحدث تصريحا له عن عزم الحكومة التحرك خلال هذه الأيام في جميع الاتجاهات لطرح قضية اعتقال وزير الدفاع محمود الصبيحي على الأمم المتحدة والصليب الأحمر بعد مرور أكثر من عامين الاعتقاله من قبل الإنقلابيين ليس هذا القائد وحده من يستحق أن تتحرك الحكومة لأجله فهناك قادة آخرون وإن كانت أسماؤهم غير مشمولة بقرارات مجلس الأمن ألا نحو انعكس في الماضي الفحوى السيئة لأجندات اللاعبين الدوليين والإقليميين في الساحة اليمنية فشلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أول مهمة لها لتقص الحقائق بشأن المعتقلين والمخفيين قسريا زارت البعثة صنعاء وعدا ولكنها عادت كما جاءت لا معلومات جديدة في وقت يتسع نطاق الممارسات والانتهاكات على هذا الصعيد ليشمل المناطق التي تقع تحت الهيمن العسكرية والأمنية للتحالف في جنوب البلاد تنضي أمهات وزوجات المعتقلين وبناتهم أوقات صعبة في وقفات احتجاجية لم تلقى حتى الآن آذن صاغية ليس من الميليشيا بل أيضا من المنظمات الدولية التي لا يستيقظ ضميرها إلا إذا كانت ضحية من الميليشيا لن تجد الحكومة أفضل من رابطة أمهات المعتقلين لتعزيز مهمتها الرامية لتحريك ملف المعتقلين لا بصفتهم سياسيين فحسب بل بصفتهم الطيف العريض الذي استهدفه الانقلابيون منذ أن استحوضوا على السلطة والدولة في صنعاء اشتركوا في القناة